هذا هو الإنجيل قال رسول بولوس لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن هذا الإنجيل الذي فيه كلام الله هو قوة الله للخلاص ولما الرسول بولوس كتب عن هذا الإنجيل الأخبار الصارة الأخبار المفرحة قال أعرفكم بهذا الإنجيل الذي به أيضا تخلصون هو إنجيل الخلاص كيف نخلص مكتوب أن المسيح يسوع مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب هذه هي الأخبار الصارة أنه ما في داعي تتموت ما في داعي تتجاهد من أجل خلاصك في شخص كامل والله يقبل ويرضى عن هذا الكمال هو شخص يسوع المسيح اللي أخذ خطياك في جسده وأعطاك بره أخذ أصقامك وأمراضك وأعطاك شفاءه أخذ فقرك وعارك وخزيك وأعطاك غنى وأخذ أحبائي يعني كل ما هو مشوه وأعطانك كل ما هو حسن وجميل بكلمات بسيطة أخذ حتى اللعنة صار اللعنة حتى أنت تحصل على هذه البركة اللعنة أقصد كل الخطايا ونتائجها وبشاعتها ومرارتها وقصوتها وتأثيرها في المجتمع في العيلة في كل مستويات الحياة المسيح دفع فهذه موجودة لإلك أنت عليك فقط تؤمن بيسوع المسيح تؤمن فعلا أنه مات على الصليب تؤمن أنه قام من الأموات تؤمن أنه يستطيع أن يخلصك وتؤمن أن المسيح هو ابن الله يعني الله الظاهر في الجسد اللي جاء حتى يقدم خلاص من أجلك وينقذك من الموت ويحررك من العبودية ويعطيك الحياة الأبدية اشتركوا في القناة